جدل وخلاف سياسي عصف بالمشهد السياسي بعدما أعلن رئيس مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وللمرة الثانية بعد فشل عقاد جلسة انتخاب الرئيس من المرشحين الذين قبل ترشيحهم بصورة كاملة معت المرشح الأبرز ألا وهو هوشير زيباري وذلك بعد اصدار الأمر الديواني للمحكمة الاتحادية بإيقاف ترشيحه لوجود دعاوى قضائية بحقه ما أدى إلى تعطيل الجلسة بانسحاب التحالف الثلاثي وعدد من الكتل السياسية هذا يعد انتهاك للدستور ولا يوجد مسوق قانوني أو دستوري يدعو رئيس البرلمان إلى أن يعيد أو يمدد أو يفتح مرة أخرى هذه سابقة خطيرة أنا أعتقد هذه بدعة قانونية ودستورية على ضوءها أعتقد يبدأ مسير قانوني منحرف عن الواقع الذي سنه مجلس النواب سواء كان في التنظيمات الداخلية أو الدستورية قانونيون أكدوا أن عملية فتح باب الترشيح للمرة الثانية تكاد أن تكون قانونية لتلاف الانسداد السياسي والابتعاد عن موضوعة الفراغ الدستوري والمحكمة الاتحادية هي جهة القانونية الوحيدة والقادرة على تفسير بنود الدستور ومنها المادة الخاصة بفتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى أو من عدمه لا يمكن اعتبار مجلس النواب العراقي قد أخلى بحكم دستورية أو بالقواعد الدستورية ما لم يصدر تفسير واضح من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالتالي لا يوجد مانع قانوني أو دستوري صريح على منع مجلس النواب من الدعوة لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية الدستور لم ينص على المنع لكن الدستور خلى المبادئ العامة لآلية الترشيح أرتئي أنه الذهاب إلى المحكمة الاتحادية وانتظار تفسيرها للنص الدستوري بشكل حكيم وبشكل هادئ ودون تراشق الاتهامات بين السلطات سواء لمجلس النواب أو لرئاسة الجمهورية الدورة البرلمانية الحالية ستشهد نزالات وصراعات وكر وفر بين الكتل المتصارعة على فرض سياساتها وإرضاخ الخصوم بها والمحكمة الاتحادية ستبقى الحكم والفيصل لتحديد الجانب الرابح والخاسر منها وتجري الرياح كما تشتهي الكتل السياسية لهذه الدورة البرلمانية تارة بقرارات المحكمة الاتحادية وتارة أخرى بالتجاوز على فقرات الدستور كما يراها بعض المراقبين لقناة WTV الفضائية والعيمات بغداد